البعد البيئي طبعاً وفي وسط التغيرات والكوارث الطبيعية البعد البيئي ده بعد مهم جداً من رؤية الدولة المصرية سواء كان لمواجهة تغير المناخ أو للتحول الأخضر أو لمواجهة ندرة المياه احنا 78% من مشروعاتنا موجهة للتخفيف طبعاً كل الاستثمارات الضخمة للدولة عملتها في المشروعات النقل الكهربائي القطار السريع، متر الأنفاء، منظومة المخلفات، محطات توليد الطاقة بالإضافة إلى 22% في مشروعات التكيف، تأهيل وتبطين الترع تتنمية حماية السواحل والشواطئ المصرية بالإضافة إلى محطات مشروعات تحليل المياه احنا بنخدر الخطة الاستثمارية بشكل مستمر وأصدرنا معايير الاستدامة البيئية النهاردة مش بس على مستوى الحكومة ولكن أيضاً على مستوى قومي وصلنا الحمد لله السنة دي 40% من مشروعاتنا خضراء ومستهدفين بإذن الله نصل إلى 50% العام القادم أخطر نتيجة لكل الجهود التنموية للدولة المصرية احنا قبل الأزمة الروسية الأوكرانية كنا محققين 6.6% معدلات نمو معدل البطالة وصل إلى أدنى مستوى له 7% الاستثمار الأجنبي المباشر زي ما قال في الفيديو 10 مليار دولار وارتفاع المحتياتي 34.9 مليون طيب في ظل الظروف بقى والتحديات الحقيقة احنا بنواجه تحديات غير مسبوقة غير مسبوقة بالمعنى العلمي لغير مسبوقة لأنه الأزمة لما بتحصل ما بقى فيه أزمة واحدة احنا عندنا أزمات متلحقة ومركبة احنا بنتكلم على أزمة كوفيد ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وما تبحى من أزمات جيوسياسية تحصل على المستوى العالمي ثم تغيرات المناخية اللي النهاردة الدول النامية بتصرف لايا قل من 4% من ناتج المحلي الإجمالي بتاعها بس الحد من الكوارث مش عشان تصرف على التخفيف والتكايف كل الأزمات دي المتلحقة والمتركبة عملت تداعيات شديدة جداً من طبعاً نقص المعروض من السلع من الأزمات الطاقة، ارتفعات شديدة في الأسعار، اترابات في سلاسل التوريد كل ده كان له تداعيات شديدة جداً والحقيقة اللي بيضخم من حجم الأزمة أن الولايات المتحدة والصين وأوروبا هم 50% من الاقتصاد العالمي وبالتالي كل اللي بيحصل عندهم النهاردة بيؤدي إلى انخفاض شديد جداً في معدلات النمو وانخفاض شديد جداً في معدلات التجارة العالمية في ظل هذه التحديات كان لابد أن نبص على الرؤية المستقبلية للدولة المصرية نبص على رؤية مصر 2030 كرؤية مستقبلية وأيضاً تمت بشكل تشاركي مع قطاع الخاص والمجتمع المدني وأسادة الجامعات والمفكرين وقلنا إحنا محتاجين نضع نحد في هذه الأجندة الأجندة دي هي وثيقة حية باستمرار لازم نبص عليها ونرجحها ونشوف إيه النهاردة التطورات المحلية والإقليمية والدولية اللي احنا لازم نحطها فيها لازم نخلي الاقتصاد بتاعنا أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات لازم النهاردة نحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاج يقوم على المعرفة ويتكامل وتنافس مع الاقتصاديات وبالتالي أنا محتاجة يبقى النمو مستدام ويوفر فرص عمل لائقة لما نبص النهاردة على معدلات النمو احنا مستهدفين أن احنا نحقق لا يقل عن 7% إلى 8% معدل نمو مستدام طب احنا النمو بتاعنا على مدى من 80 للنهاردة ولو رجعنا من الخمسينات للنهاردة هنلاقي النمو بتاعنا بيأخذ هذا الشكل نمو لما أي صدمة النهاردة بيحصل تأثر لهذا النمو عندي تتسع الفجوة الشديدة بين الصدرات والواردات وبالتالي أنا النهاردة محتاجة أن أنا أنظر إلى هيكل الانتاج وهيكل النمو بتاعي شكله إيه بصينا على سوق العمل حقيقة احنا محققين 7% بطالة ولكن أنا عندي بعض التحديات في هيكل العمل عندي ما زال بطالة المرأة 3 أضعاف بطالة الرجل عندي بطالة أعلى في المتخرجين الحاصلين على مؤهلات عليا وعندي نسبة من القطاع الغير رسمي النهاردة في سوق العمل فبالتالي مرونة سوق العمل النهاردة وكفاءته مهمة جدا ده بقى لو أضفت إليه نهاردة وظائف المستقبل وظائف المستقبل اللي النهاردة بنتكلم على 83 مليون وظيفة معرضة في 2030 إنها تفقد و69 مليون وظيفة جديدة كلها بتعتمد على مهارات الإبداع والتحليل النقدي وعلى كل التكنولوجيا فاحنا محتاجين نبص على هيكل الوظائف بتاعتنا وتغيير هذا الهيكل أيضا من ضمن التحديثات التواجه نحو مزيد من مشاركة القطاع الخاص وزي ما شفنا ودولة الرئيس عرض احنا كنا النهاردة الدولة عشان تحقق كل هذه الخدمات كالدخلة عشان تستثمر وشفتوا حضراتكم حجم الاستثمارات العامة احنا النهاردة نتكلم على استثمارات للقطاع الخاص احنا وصلين ل36% هذا العام وبنستهدف بإذن الله 65% في 2030 يعود القطاع الخاص إلى مستهدفاته يبقى احنا النظرة المستقبلية هم نتكلم على تنويع هيكل او النظرة الى هيكل الاقتصاد المصري بتكلم على كفاءة مستوى التشغيل ومرونة سوق العمل بتكلم على موصلة الاستثمار في رأس المال البشري مع ضبط معدلات النمو السكاني وبتكلم على تعزيز مشاركة القطاع الخاص كل ده له عناصر داعمة من الحوكمة وكفاءة المؤسسات والشمول المال لما اتكلم نهاردة على هيكل الانتاج في مصر انا محتاجة النهاردة ان انا اخلي الاقتصاد المصري ازود الهيكل الانتاجي ازود القطاعات الانتاجية بتاعتي لان هي دي اللي هتديني قيمة مضافة هي دي اللي هتوفر لي فرص عمل لائقة هي دي اللي عندها قدرة تشابكية مع القطاعات الاخرى فبركز على الصناعة الزراعة الاتصالات تكنيوجيا المعلومات بزود وزنهم النسبي من 25% في الاقتصاد الى 35% كوزن نسبي احنا النهاردة وصلنا الكام وصلنا الى 30% في الوزن النسبي للقطاعات دي ايضا بالاضافة الى قطاع السياحة وقطاع اللوجستيات لان انا عندي فيهم ميزة تنفسية عندنا لكل هذه القطاعات عندنا مستهدفات كمية عندي سياسات واجراءات تنفيذية وعندنا ايضا تعديل في التشريعات سواء كانت اجراءات زي زيادة نسبة المشروعات الصغيرة متوسطة من 10% الى 20% في الصدرات زيادة نسبة المكون التكنولوجي في صدراتي عشان تبقى اكتر تنفسية في الصدرات الدولية ايضا قطاع الامن الغذائي طبعا لابد ان احنا نحسن مؤشر الامن الغذائي في مصر بكل الجهود اللي بتتم وطبعا في بعض التعديلات التشريعية زي تعديل قانون الزراعة وقانون التعاونيات من الامور المهمة جدا اشتركوا في القناة